بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والعشرة في الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل والصلاة وتم التسليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل حزنة إذا شيئتها سهلة طبعا بعتذر كثير 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 على التأخير بس أقسم بالله ضغط دراسي بشكل مش طبيعي وربنا يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله طيب من بل طيب إحنا المحاضرات اللي فاتت أخذنا عن البرايمري واخذنا عن السكندري طيب البرايمري كان أمينو أسد تمام مرتبطات مع بعض عن طريق بيبتايد بونت أما السكندري كنا نقول إنه على شكل ألفا هيليكس أو بيتاشيت كنا نقول يعني إنه تقريبا تركيب معجوق شوي طيب أنا شفت سؤال على القروب تمام إنه شو الفرق ما بين السكندري والتيرشري بقول لك أنا السكندري والتيرشري هنا تقريبا نفس بعض بس التيرشري بكون منظمة أكثر في بين الأتوميك كوردونات إذن في تنسيق ما بين الضرات بشكل مرتب وبشكل أنظم وبعدين رح تعرفوا بنهاية محضرات البروتين إنه أنا متى بكون عندي البروتين أكتف أو فنكشنالي حسا كل البروتينات مش كل البروتين إنه برايمري أو سكندري بكون آه والله شغال خلاص لا متى بكون أكتف البروتين على صيقة التيرشري تمام طيب خلينا نشوف بقول لك يعني بكون على شكل 3D وحكيناها بقول لك يعني بقول لك بطلع لك واحد بقول لك كيف الفاينال سبسيفك جيموترك شيب وأنا في عندي إشي اسمه بقول لك بعدين رح تعرف إنه التيرشري هو الفعال فمشانيك أنا بقى بسميه الفاينال سبسيفك ذات بروتين أسيومس اللي البروتين بنوي إنه يوصل لهذا الإشي طيب بقول لك برضو نفس الحكي في عندي كثير روابط ما بين شو ما بين السايتشين مهمة جدا ما بين السايتشين قبل كنا نقول بالسيكندري إنه التفاعلات أو الروابط بصيران عندي ما بين شو ما بين الباكبون اللي حكيناه اللي بكون الأساسيات تمام أما هنا بقول لك لا ما بين السايتشين اللي هنشوش سايتشين سلسلة الأر الأر جروب انذا أمينو أسيد تمام تمام يعني ممكن تكون أقوى من الهايدروجين بون اللي بتكون ما بين لما كنا نقول في الهيليكس ألفا هيليكس وبيتا شيد الروابط هاي اللي في التيرشري بتكون أقوى منه طيب as a result bonding interaction between side chains may cause number of folds رحزير في عندي الفولد شو معناها اللي هي يعني لفلفة البروتين أو متى كيف بقدر أطع وجه أطع وجه مناس رحكثير يفهمها إنهم أقدر يعني أنظمه تمام وبند اللي هي نفسها معناها الطعجات أو loops اللفات التير نزل درسناها في البروتين chain طيب بقول لك there are four type of bonding interaction ما بين side chains شو هنه including hydrogen bonding salt bridge ومن اسمها salt بعرف أنه رح تسوي إلي إشي اسمه insoluble إذن في عندي أنا إشي positive وفي إشي negative هاي للسالت برج الديسulfide بند اللي درسناها أصلا اللي هي قلنا نقول ما بين السستين وسستين اللي هي ما بين self hydral group وself hydral group وهاي كوفيلانت بند وهي قوية كثير آخر آخر بند ما بين ما بين آخر ما بين ما بين من اسمه بقدر أقول آه من بولر إذن هذا مع الأشياء الغير مشحونة ومنها هيدروفوبك إذن هي libit soluble طيب خلينا نبلش فاول واحد اللي هو الديسالفايد بند بقولك الديسالفايد بند بصير في عندي أكسدة شو يعني أكسدة إذن أنا خسرت الأش صار عندي أكسدة إذن أنا خسرت الأش طيب مثل ما قلنا بين السستين والسستين هاي في عندي S-H من هون وأس-H من هون تفاعلوا مع بعض تسوين إلي اللي هو الديسالفايد بند وقلنا المركب اللي بنتج عن بالناتج عن اتحاد 2-60 إذن قلنا ديسالفايد formed by oxidation of self-hydryl group on systeen وdifferent protein loop within side chain are held together by the strong covalent ديسالفايد نركز إنها covalent covalent يعني تساهمية وقوية كثير اللي هي الديسالفايد بند طيب نبلش في الثاني اللي هو الهايدروجين بندنك الهايدروجين بندنك أنا قدام ما أبلش أشرح ولا أسو أي شي بدي أفسر هايدروجين إذن أنا بتعرف إنه في عندي هايدروجين من هون وهايدروجين من هون بدي يصير بينها التفاعل طيب هاي الحالة بكون أسد مع أسد لأنه منعرف إنه الأسد بيحتوى على أتش يعني يا إما أسد مع أسد أو في حالة معينة والله ممكن يكون عندي أنا أو أتش مع أتش هاي الحالة بكون في عندي اللي هو كحول الكحول مع أسد أو والله ممكن يكون لأ معي أو أتش مع OH اللي هي الكحول الى اخره مع الكحول نفس الاشي بقول لك الهدرجة بوندين between sight chain or case in variety of circumstances في معلوم الحالات مثل بقول لك المost usual cases are between 2 الكحول ممكن مبين تكون مبين 2 الكحول زي ما حكينا هون ممكن تكون مبين الكحول مع أسد زي ما حكينا هون كحول و أسد او ممكن 2 أسد زي ما حكينا او مبين الكحول مع الأمايد الأمايد اللي هي مثلا NH لأنه فيها NH بين H و H والكحول اللي هي O H أي إشي في H انت حطها 2 H قدامها وحطها كيفها حط مرة كحول حط مرة أمايد حط مرة أسد اللي بزبط معك طيب نأخذ مثال معنا هانا بسيط بقول لك انذا بريون بروتين شو يعني بريون بروتين بقول لك في قطعة معينة من البروتين في عندي تايروسين وغالبا بكون على يعني موقعه 128 أو رقم اللي قاعد عليه 128 مع الأسبارتك أسد اللي هو على المي وثماني وسبعين أنا بلاحظ انه المسافة بيناتين بعيدة تقريبا خمسين في بيناتين خمسين أماين أسد بقول لك يعني بقول لك أنا هاي الرابط بستخدمها مشان أربط ثنين بعيدات عن بعض مثل التايروسين اللي هو على 128 والأسبارتك أسد اللي هما بين عفوا على المي وثماني وسبعين إذن بعيدات كثير فأنا بقربهم طيب ضروري تحفظوه آه ضروري اللي هو البروتين التايروسين على المي وثماني وعشرين والأسبارتك أسد على المي وثماني وسبعين وبينهم مسافة كبيرة اللي هي خمسين أماينو أسد طيب نحفظ الأمثلة وإحنا أوريدي إذا كنا حافظين الأماينو أسد كثير كويس هذول ما راح نحفظهن بس الناس اللي مش حافظة الأماينو أسد حافظة محاضرة الأماينو أسد كويس هسا بدون يحفظوا معي طيب مثل ما قلنا أول مثال عنا طيب أصلا شو هنالكوحول اللي بيحتوان على أو أتش في تركيبتهم يلي دارسين أماينو أسد سيرين ثيريونين تايروسين ممكن يتفعلا مع بعض طيب الكوحول مع أسد إذا عندي الكوحول أنا الكوحول حافظت إنه مثلا باستخدم واحد منهن ي سيرين ي ثيريونين ي تايروسين إذن استخدم هانا تايروسين طيب الأسد شو هنه مراجعة البسيطة كل الأسد أصلا الفلا ميلكو أسد ثنين يا أما قلوتاميك أسد يا أما أسبارتك أسد سواء باستخدم يا أسبارتك أسد يا قلوتاميك أسد طيب لو استخدمت أنا تو أسد طيب شو هنه التو أسد أصلا بعرفين. طيب انا لو بدي استخدم الكحول مع اماين. الكحول مع اماين. هات لي واحد اي واحد من الكحول. مثلا سيرين ثريونين تايروسين. اه جيب لي مثلا سيرين. بعرف انا انه اماين موجود في اللايسين. اذا بستخدم عادي. سيرين مع لايسين. هاي هيدروجين بوند. طيب. اخر مثال عنا اللي هو مثلا لما بدي اربط الكحول مع امايد. ركز. هانا اماين. هانا امايد جروب. بقول لك شوف المثال. سيرين. زي ما حكينا اللي هو الكحول والاسبراجين اللي هو امايد جروب يحتوي اللي حافظ اماين اسد ما راح يقدر يسألني ليش لانه بكون عارف تمام تمام الصالت بريج طيب انا قلت من قبل انه الصالت بريج وده تكون ما بين اشي بوزيتف واشي نيكتف اذا انا بدي هنا بوزيتف بدي هنا نيكتف شو هو البوزيتف اللي هو الاماين سايتشين شو هي الاماين اللي هي الان اتتري طيب شو هي النيكتف اللي هي الاسد شو هو الاسد غالبا السي او او ماينس طيب هنشوف خلينا نقرأ ونشوف ولك صالت بريج رزالت فرم دا نيوترالايزيشن اذا انا اذا بجمع بوزيتف مع نيكتف شو بطلع عند الناتج ولا اشي لا بوزيتف ولا نيكتف نيوترالايزيشن وفقان اسد مع شو مع اماين انسايتشين طبعا احنا ما راح نرجع نعيد انسايتشين انسايتشين خلاص حكينا انه التيرشيري بتفاعل عن طريق السايتشين شو هنه السايتشين اللي هنه الار جروب مهم كثير اما السيكندري مراجعة بسيطة برتبطا عن طريق الباكبون اللي هنه الاشي الاساسي في الاماينو اسد طيب بولك the final interaction is ionic اذا هي رابط ايونية لانها بتجمع ما بين بوزيتف ونيكتف the positive ammonium زي ما حكينا برتبط مع شو طيب ناخذ مثال برضو مثل المثال اللي قبل بس برضو ننفرق ما بين الامثلة قبل كنا نحكي في البرين بروتين اللي هو التيروسين خلنا نتذكر التيروسين اللي هو على 128 والأسبارتك اسد على 178 بناتهم مسافة كبيرة طيب salt bridge salt bridge لا اقل مسافة قصيرة جدا اللي هي بقول لك مثلا البرين بروتين هذا بقول لك كان عليه لغلوتامك اسد على رقم 200 واللايسين على رقم 204 بقول لك انا اذا مسافة قصيرة احفظهن اه احفظهن لغلوتامك اسد على 200 واللايسين على 204 اذا short distance ما بيناتهم in this case very small loop انها كم بيناتهم امين واسد بينهم 3 امين واسد only 3 امين واسد بيناتهم اللي هم 200 و 1 و 200 و 2 و 200 و 3 طيب يا صحيب انا ليش انت ما حكيت لسبب الرئيسي اني ليش بدي اربطهن اضر مع بعض بقول لك انا برجع بعيد بقول لك انه احنا في الالفهيليكس والبيتاشيت اللي هن السكندري تمام شو كان ترتيب هن ترتيب هن كان عجقة معجوق وهيك يعني لغبطه فبقول لك انا بدي اسوي تمام روابط ما بين السايتين مثلا هنا في عندي سلسلة R بدي اربطها مع هن مثلا والله مسافة كبيرة اه تعال استخدم لي Hydrogen Bund استخدم لي مثلا هنا كانت الR Chain وهان الR Chain ارتبطا مع بعض مثلا بينهم كان 50 امين واسد استخدم لي Hydrogen Bund طيب لو كانت مثلا مسافة قصيرة زي هاي ها كان في عندي R Chain موجودة هون وR Chain مع هاي بقول لك لا والله استخدم لي Salt Bridge طبعا اكيد اكيد حسب شو هن اللي بدو يتفعلها مع بعض ها شو هن الاماين واسد اللي بدو يتفعلها مع بعض طيب اذا المثال هذا قلنا الR hytemic acid 200 مع اللايسن اللي هو 204 طيب ال Non-Bowler Hydrophobic Interaction انا من اسمه صراحة بالمنطق بعرف شو قصته بقول لك ال Non-Bowler اللي هني اللي درستينا في الاماين واسد Non-Bowler ما عليه لا positive ولا negative بدو يتفعلها مع بعض طيب هل ان البولر المشهونات اللي اننا ساعم ندرس فيهن احسن من Non-Bowler بقول لك لا بس هنا في عنا تشاف دا قلكم مشكلة بسيطة شو هي ان Non-Bowler لازم يكون متجمع في الوسط طيب ليش متجمع في الوسط بقول لك اي اشي بدو يمشي في جسمي انا جسمي مليان سوائل طيب هاتسا ما بتعرفوا اكيد انه Non-Bowler يعني ما بحب المية هو Hydrophobic Hydrophobic Interaction فهل انا بقدر اخليه معرض للمية لا بقول لك طيب كيف بدنا نسوي في البروتين اللي بدنا نستخدم فيه Hydrophobic Interaction بقول لك انا بحطه بالنص بحطه in the core in the center تمام وحواليه بحط الانتر اكشن اللي هن بولر مشان هن اللي يكونن معرضات للمية اللي في جسمي فانا هيك بحمي الن Non-Bowler بكون في الكور مشان احميه لانهو اصلا ما بحب المية طيب خلينا نقرأ ونشوف The Hydrophobic Interaction of Non-Bowler Side Chain are believed to contribute significantly to stabilizing tertiary اذا انا اوقف شوي بقول لك الن Non-Bowler انا Significancy علميا هي بتعمل الا على stable بتخلي البروتين او tertiary structure تبع البروتين stable تخليه مستقر ووضعه تمام لا ننساه مهم كثير صلاحة This interaction is really just an application of the solubility rule اللي هي like dissolve like شو يعني like dissolve like يعني انه مثلا انا عندي مية لو شو ما حطيت فيها من السواء العادي طيب لو حطيت فيها oil اللي هو زي رح يجمع مع بعضه حطيت قطرة مثلا قاعدت لحالها طيب لو حطيت قطرة ثاني بتتجمع مع بعضها اذا هن يعني شايف دو قلكو زي ما هي كأن هن بشدان بعض في بعض خلص احنا ما بنحب المية تعالوا نسوي انه زي core بالنص ونبعد عن المية اذا like dissolve like ممكن يجي سؤال ممكن ليش مول انه بقول لك مثلا شو هي الانتر اكشن اللي بتطبق لك قاعدة like dissolve like نان بولر هاد رفو بك على السريع لانه هو ما بيحب المية فبتجمع مع بعضه stacked together stacked معناه انه يجمع مع بعض طيب بقول لك the non-baller group mutually rebel water اذا هي بتبعد عن الووتر او بتضرد الووتر and other baller group and result in net attraction of the non-baller group for each other انه بقولوا يا عمي ما انا غير بعض تعالوا يا جماعة النان بولر نتجمع مع بعض احنا ما بنحب المية في قاسم مشترك بيننا ما بنحب المية تعالوا نتجمع مع بعض ونبعد عن شو الماء او اي اشي soluble في الماء بقول لك hydrocarbon alkyl group اللي هي غالبا بتكون اذا بتذكروا في الامان الاسد اللي كنا نقول عنها alpha tic chain يعني فيها كثير مثلا CH3 CH3 CH2 ابصر ايش ما فيها اشي positive and negative طيب وين كنا نشوفهم كنا نشوفهم والله في الالانين كنا نشوفهم في الفالين في اليوسين في الايزوليوسين بقول لك هذولة بتفاعلا في هاي الطريقة in addition برضو لا ننسى البنزين اللي كنا نقول عنهم الاروماتيك الكبار هذولة برضو مثل شو مثل فين الالانين والتايروسين برضو بكون الهن stacked تقضر لانهن ننبولر طيب in many cases this result in the non-bullar side chain of amino acid being on the inside of the glopular protein شو اللي قبل البروتين راح تعرفوا طبعا في المحاضرات الجاية اللي هو البروتين اللي شكله كروي بقول لك هاي الهيدروفوك انت لاكش مشوفها في هاي الحالة لانهن شو بتجمع بالوسط بكونن ويش في الكور واللي عطراف شو هنه البولر interaction دايس الفايد هيدروجين الى اخره والد outside زي ما بقولنا والد outside of the protein contain ما اللي يعني بتكون البولر مش اننا البولر طيب في عندي موضوع بسيط اللي هو domains شو هو domains domains هسا بدي افهمكم شغلة انه البروتين اش كبير تمام طيب هل ممكن هذا الاشي كبير يتكون من اشي واحد بس بقول لك لا فيه قطع زي ما كأنه بنسوي له slicing لقطع صغار فهذا بسميه domain كل domain مختلف عن الثاني مثلا ممكن domain الو function معينة بسويها هذا الdomain الو function خاص فيه هذا الdomain الو function خاص فيه يعني عيلة بتفاهم مع بعضهم انا كبروتين بشكل عام العائل بشكل رئيسي بعدها العوائل الجوة بتفاهم مع بعضهم كل واحد الو function معين انا بقول لك يعني التركيبي او وظيفتي ما بتعتمد عليك بس احنا بالنهاية بيجمعنا اسم العشيرة او اسم العائلة طيب يعني فيه بتكون من كثير domain ادومين شو هو الدومين اصلا تعريف الدومين طبعا ما بعرف فيه عجل قبل سلايد كأنه يعني يعني عنده مهمة كيميائية او فيزيائية معينة ممكن واحدة من هاي المهمات يرتبط مع مادة متفاعلة او يرتبط مع لائقند اللي هو لائقند بعدين رح تعرفوا انه يعني ناقل رسائل او يعني كيف ادي اوصلها للكو لائقند يعني الو رسيبتور معين بيشتغل عليه الو رسيبتور معين طيب سمول بروتين ما يكون سيست او في سنجل دومين طيب هل ضروري يا صهيب انه البروتينات تحتوي على اكثر من دومين بقول لك لا عادي يعني ما بعتمدوا على بعضهم او مثلا دومين واحد دومين اثنين دومين ثلاثة دومين واحد ما له دخل بثلاثة اثنين ما له دخل بواحد وهكذا طيب يعني زي ما كانه هو التركيب او الوحدة الاساسية للبروتين هو اللي بيحدد تابعه تمام اذا بما انه بروتين هو بيحتوى شغلات هن اللي بيحدد الفنكشن وهن اللي بيحدد البروتين هذا شو بدي يشتغل طيب بقول لك فهي الرسمة عندي مثال عندنا اللي هو البيروفيت كاينيز انزايم والانزايم زي ما بنعرف وحكينا بالمقدمة اول محاضرة اللي هو كل انزيمات الجسم هي عبارة عن بروتينات بقول لك البيروفيت كاينيز بيحتوى عثري دومين نشوفهم ها هاي اللون بالاخضر هاذ دومين اللي بالازرق هاذ دومين اللي بالاحمر هاذ دومين ما لهم دخل هل انتو شايفين بيناتهن يعني انه اولى عددهن او الصيز تبعهن اللي هو دخل في بعض لا مع ذلك الفنكشن رح نعرف هسا انه الفنكشن لكل واحد مختلف عادي كل واحد البروتين اشي كبير فالاشي الكبير بده يعني كل اشي فيه بده يسوي فنكشن معين اللي هو الدومين بده يسوي كل فنكشن على راحته ايش دومين هاذ سيبرت فنكشن يا صاحب اقسم بالله عد ترينة مليون مرة مش مشكلة ممكن يشتغل كسمول لايغاند صاحب شو بقول لك انا في عندي مثلا هاي الخلية عليها ريسبتور هاي ريسبتور بقول لك انا ممكن جزء من البروتين حس البروتين هذا هاي كبير وعجق وابصر ويش جزء من البروتين يشتغل لايغاند يرتبط في الريسبتور ويؤدي الي وظيفة معينة هاي اذا انا بقول عن هاي الدومين انها الها بيرفون فانكشن او سبيسيفك فانكشن انها ترتبط الي في الريسبتور وتسوي الي مثلا سيقنال لداخل الخلية وتبعث اي سيقنال اي اشارة بدهياها لداخل الخلية مثلا يا خلية يموتي سوي لأبوتوسيز خلص انتهي وهكذا او بقول لك ممكن هاي الدومين هي اللي تكون تعبر يعني بقول لك إلا ما تكون اخدتوها بالسل انه اي اشي هاي جدار الخلية البروتيين اذا كان على الطرف بكون بريفرال هيك اسمه اذا عبر الخلية بسميه ترانسميبرين بروتين ممكن الجزء هذا من البروتيين الكبير اللي هو الدومين الفنكشن تابعه انه انا والله ممكن اشتغل لك ترانسميبرين طيب شو ترانسميبرين يا صحيب يعني فيه بروتينات ترانسميبرين اه قنوات تبعات الخلايا هي عبارة عن ترانسميبرين بروتين طيب بقول لك it might contain the catalyst site طيب إذا كان إنزيم يا صهيب حسا ما إحنا بنعرف إنه الإنزيمات بيشتغل عليه يعني بيشتغلنا كعاملة مساعدة ممكنه يحتوي على هذا هاي بروتين مثلا بقول لك جزء من البروتين عفوا ثماني هاي البروتين بقول لك جزء من البروتين ممكن هذا يكون يعني فيه هنا سبستريت معين ملائم للشكل طبعا لازم يكون هذا الدمين هاي الدمين طبعا إحنا بنعرف إنه هذا هو اللي هو مكان ارتباط السبستريت اللي بدي يجي يرتبط ممكن يشتغل هاي هذا الدمين مثلا اسمه دمين محمد اسمه دمين محمد إجا السبستريت يشتغل عليه وارتبط طيب الدمين هذا إذا نشتغل ككاتلت كاتلتك سايت يعني في حالات أو ممكن يقول يقول لك إنه في دي انا بايندين يعني في ترانسكريبشن فاكتور طبعا إحنا بنعرف إنه في حالات الدي انا اللي ما تكونوا بتعرفوها إنه مثلا الدي انا بدي حوله ل ار انا والار انا بدي حوله لبروتين اللي هو بتكون من امينوسد بالنهاي طيب العملية الدي انا إنه أحولها لار انا شو اسمها ترانسكريبشن اللي هي عملية النسخ طيب عملية أحول الار انا لبروتين هي نفسها الترانزليشن اللي هي عملية الترجمة بقول لك سبحان الله طبعا هسا البروتين أو الامينوسد التالع بقول لك هو بيحتوى على كل الانفرميشن يعني هو في المعلومات اللي أنا كيف بدي يصير إلي فولدينج شو بدي يصير فيي من وين؟ من الدي اناة طبعا نحن نعرف إنه الدي اناة هي مكان الانفرميشن بس بقول لك سبحان الله الامينوسد برضو اللي بيطلع هو بيحتوى على الانفرميشن هاي إنه أنا مثلا بدي أتلفلف في هذا الشكل بدي أسوي الفنكشن هذا الو بيرفون فانكشن فبقول لك ممكن كدية نية بايندينج في عمليات ترانسكريبشن في الترانسكريبشن ممكن يشتغل كدية نية بايندينج عادي انه يرتبط مع الدية نية مشان يسوي لي ترانسكريبشن ومن ترانسكريبشن يسوي لي ترانسكريبشن طبعا هذولا الكلمتين لحالهن تمان اللي هن توقع محاضرتين او ثلاثة بالمولوكولر راح توخذوها فصل ثاني فيعني مش ضروري تدقوا عليها كثير طيب بقول لك بروفايدنج سير فيس توباين سبسيكلي تؤذن البروتين هس مش البروتينات بيرتبطوا مع بعضهم عادي هس راح ندرس هايو الترشري الكواتيرنري ستركشر عفوا بقول لك الكواتيرنري انا نفس الترشري بس ما بكون سنجل ممكن الترشري يقولنا ممكن يكون سنجل عادي لحاله بقول لك لا انا اكثر من ترشري جمعهم الى مع بعض بصيري كواتيرنري فبقول لك انا كدمين ممكن اشتغل اني اكون والله مكان لبروتين ثاني مثلا انت عاي بروتين والله هاي ندى اصير لك دسوي لك مكان هنا وانت يكون لك زي هيك مشان يعني نرتبط مع بعض ونكون مع بعض البروتينات تمام تمام بتمنى تكون وصلت طيب البروتيني كواتيرنري ستركشر اذا احنا خلصنا الترشري هسا بنو ندرس على الكواتيرنري بقول لك البروتيني كواتيرنري is the assembly of several bully peptides هذا التعريف هو several bully peptides اذا لو كان single bully peptides هذا الترشري طيب اكثر من bully peptides هذا بقول لك بسوي انا يعني ليش بتكون من several bully peptides لانه بسوي الي a unique functional protein يعني بروتين له خصائص معينة بصير الهن استابيلايز اثرو عن طريق شو يا صاحب عدت لنا الف مرة non covalent interaction اه صاحب لا ما عدت لنا كثير شو هي بقول لك اللي قبل كانوا قلنا نقول داي صرفايد مثلا كوفيلانت اما هذا بقول له non covalent interaction ما بين شو لا 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 تخافوا زي وزي مين زي وزي الترشري ما بين الار اللي هنالسايت تشين طيب في ايش اسمه منومركي بروتين في ايش اسمه كواتيرنري بروتين بقول لك المنومركي بروتين هو single bully peptide chain طيب اذا كان single bully peptide chain اذا انا بسميه خلاص تيرشري ما بهمني هذا مش كواتيرنري طيب الكواتيرنري شو هو هسا كثير راح يقوله كيف بتحول من تيرشري كواتيرنري القصة يعني زي بناء هسا التيرشري اذا انا جبت واحد تيرشري ثاني معه او ثالث او رابع بصير اسمه كواتيرنري طيب شو الكواتيرنري بقول لك consist of two or more bully peptide chain that may be structurally identical or totally unrelated يعني ممكن يكونوا زي بعض هن ممكن ما يكونوا زي بعضهم عادي بقول لك if they are two subunit the protein شو بسميه diimeric طيب كانوا three triimeric طيب كانوا several multi طيب ممكن يقول لك مثلا شو البروتين اللي بتكون من diimeric او triimeric او multimeric على السريع شو بتقوله الكواتيرنري بروتين طيب بقول لك the non-covalent interaction that maintain the equivalent structure طيب انت قبل حكيت لي انه في التيرشري في عندي تفاعلات وروابط بصيرا وحكيت لي عن هنداي سالفايد هايدوروجين الهايدروفوبك طيب هانا بقول لك شو هنه بقول لك انا الهايدروجين بوند طيب صيب الهايدروجين بوند كررت عادي الهايدروجين بوند وين ما بتروح بتلقاه اصلا او الهايدروفوبك نفس هذولة هنه non-covalent بصيرا عندي في الكواتيرنري ليش ما يصيرا بقول لك not all protein شو كواتيرنري مش كل بروتينات كواتيرنري حسب الlevel of organization طبعا يعني حسب تنظيم هن بقول لك for having كواتيرنري structure في عندي شرطين اذا في عندي شغلتين اذا بحقق هن هذا البروتين انا بقول عنه كواتيرنري بقول لك the protein لازم يكون له more than one peptide chain يعني اثنين او اكثر اثنين او اكثر اذا عنده والله اثنين او اكثر خلص انت مبروك عليك كواتيرنري بقول لك مبروك عليك بقول لك لا وقف مش قلنا فيه شرطين طب شو شرط الثاني بقول لك this chain cannot be attached by covalent bond والله يصيب اذا انا ربطت اوكي جبت لك انا اكثر من one peptide chain يعني اثنين او ثلاثة بس ربطت in covalent بقول لك هيك مستحيل 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 تسميه كواتيرنري طيب ليش اقنعني يعني بقول لك هسه انا مشان يكون كواتيرنري انا بدي اياه يكون non covalent عشان اقدر العب في التركيب مثلا ارجع لشو لتيرشيري طيب الكوفيلنت صحيب ما بقدر ارجع لكوفيلنت رابط قوي خلص اذا ربطت ما بتفك فانا ما بقدر ارجع لشو لتيرشيري structure لالو فاذا انا مهم جدا اني اكون non covalent bond اذا كان covalent bond ما بعتبر كواتيرنري اذا this chain cannot ركزه بياتاش by covalent bond طيب بقول لك هنشوف example حشان نفهم الموضوع بقول لك انا في عندي شي اسمه مايوغلوبين is formed by single peptide chain صحيب وقف خلص اول شرط ما زبط عندي اذا single peptide chain ما بقدر اقول عنو كواتيرنري and him group since myoglobin خلق ما في داعي اكمل بقول لك خلاص it does not show quaternary structure طيب يا صحيب في عندي شي اسمه الانسولين for example بقول لك is formed by two peptide chain صحيب خلاص كواتيرنري بقول لك لا استنى شوية حط عنده اشارة لانو في عنا شرط ثاني but since these two chains are linked by disulfide bond اللي مو حافظ رح يقول لي اه خلاص كواتيرنري بقول لك لا الداي سلفايد في كلمة مهمة حكيناها انها covalent bond فاذا اه والله لا خلاص هذا مش كواتيرنري الانسولين does not qualify as a protein with a coaternary structure طيب عند الهيميغلوبين اللي كلنا بنعرفه اللي فايتين عليه يعني فايتين الطب عشانه عساس عرفنا فايتين الطب عشانه الهيميغلوبين اللي هو البنقل الاكسجين في الدم بقول لك is formed by four peptide chain اقول عنه كواتيرنري بقول لك استنى هو وقتين بس استنى هشوف شرط الثاني and for him groups يعني فيه اربع ضرات حديد that are forming a unique functional routine يعني هيك بخلنه specific these peptide chains are associated through non covalent bond اه والله هيك بحقر لك تقول عنه كواتيرنري وبكل عين قوية كواتيرنري طيب بقول لك السب يونت طيب ما انه كواتيرنري بقول لك هسا الكواتيرنري this structure يعني فيه خاصية كثير كويسة انه فيها cooperation فيها تعاون زي ما بتذكروا او اذا ما تذكروا متذكركوا عادي الهيميغلوبين مش قلنا بتكون من اربع blue peptide chain وكل فيه نهيم بقول لك since اذا واحدة من هاي البلبيبتايد الاربعة ارتبطت في اكسجين هذا الاشي بخلي خواتها الباقات غارا منها اه والله انت ارتبطت في اكسجين وانت ارتبطت في اكسجين وانت ارتبطت في اكسجين فبقول لك subunit may their function independently ممكن ما اعتمده بعض او ممكن يكون ان work cooperatively بتعاون زي الهيميغلوبين مثل الهيميغلوبين زي ما حكينا in which the binding of oxygen to one subunit اذا ارتبطوا اكسجين في واحدة الباقات بغاروا منها تمام فهو بزيد الافينيتي للأذر ساب يونيت انه اه والله تعالي ارتبطا في الاكسجين مشان ننقل الاكسجين في الدم طيب البروتين فولدنج صحيب انت لك ساعة بتحكي لي فولدنج وفولدنج وفولدنج كيف بدي انا انظم البروتين كيف بدي اطاعج البروتين على زي ما بتحكي انت كيف شو الفولدنج بقول لك is the physical process للي ما بفهموا شو يعني الطعوة الجهة هسا بتفهموا بالانجليز ان شاء الله the physical process by which a polypeptide fold into its characteristic and functional three dimension ايوة انا مشان هيك فهمت يا صحيب شو يعني لما قلت لي انه tertiary هو يعني تقريبا the final specific geometry لانه خلص بكون عارف البروتين شو بده انه يوصل للفونكشنال متى انت يا بروتين بتشتغل خلص سوي لك فولدنج مثلا والله انا كبروتين بشتغل لما اكون هيك اشتغل يا عمي خلص اشتغل انا كبروتين بحب الطعوج كثير خلص هيك خلص برضو اشتغل زي هيك يعني حسب ما انت بتحس حالك وين الفونكشن تبعك تمام اشتغل هلاك from a random coin ما في عندي اشي ثابت والله انه الاف لفي لا خلص random بقولك most protein فولد سبونتين يوصلي شو معنى سبونتين يوصلي يعني بشكل تلقائي ما بدهن اشي يحفزن خلص سبحان الله ربنا من فوق حاط لهن انه اه والله انت بس يصير لك كذا 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 صير لك سبونتين يوصلي تلقائي سوي لك فولدينج وين بتشوف حالك بتشتغل سوي لك فولدينج مثل يا عمي التخصصات انا وين بشوف حالي مبدع بروح او الله الطب انا قده باذن الله وخاوه عن العالم خلص بروح بشتغل انا على هذا المبدأ into their native confirmation يعني على الشكل اللي انا بديه even in the institute بقولك حتى لو كان تصنيعي يعني انت في مختبر انسى جسم الانسان فسا قلنا جسم الانسان يعني هيك خلقة ربنا انا فبقولك حتى في المختبرات تخيلوا يعني خلص البروتين بتعوج حاله متى بشوف حاله انا functional هيك تمام خلص بوقف هذا الفولدينج اللي انا بدي اياه بقولك زي ما حكيناها قبل شوي فوق خلينا نشوفها ونتذكرها هيا قلنا انو الاماينو اسد بيحتوى على كل الانفورميشن اللي بدي اياها اللي وين بشوف حاله زي ما حكينا فبقولك require to fold the chain into the native يعني الشكل المطلوب with three dimensional structure يعني يكون three dimensional structure يعني 3D طيب بقولك each protein exist as unfolded protein او random coil يعني بقولك ممكن البروتين يطلع على شكل unfolded بعده مش مطاوج وفيه random coil when translated from concecos of mRNA يعني انا عندي هنا هيدي عنه تمام هي الRNA هسه انا لازم انتج بروتين بقولك انت مجرد ما حولت الRNA لبروتين في عملية قلناها اللي هي الترجمة translation بقولك ممكن البروتين يطلع معك على شكل unfolded او ممكن يصير او ممكن يصير يقوله random coil تمام وممكن يطلع linear على شكل linear بقولك انا بعدين بسوي لفولدين عراحته يعني بقولك بس يبلش الفولدين الى amino acid تبعاته يعني بتجمع عن مع بعضهن مثلا بقولك مثلا في عندي positive كثير اه خلاص positive بصير يعبده في بعض فبصير فيه شوية طعوجة negative صار يعني لا تخل بعض يبعده عن بعض او والله صار فيه عندي طعوجة كثير فاذا خلاص حسب chemical property شو خصائصه الكيميائية والله بتطعوج البروتين طيب شو السؤال المهم من هذا السلايد انه في عندي peptide fold amino acid حسب شو according to شو على chemical property مهمة كثيرة انه حسب chemical property والله في positive كثير بتنافروا مع بعضهم خلاص وبصير folding اللي بدو اياه فيه negative كثير برضو بصير اللي بدو اياه وبصير ريبالجي ما بينناتهم طيب فيه معلومة بسيطة بدي احكي لكم اياها هان انه مثلا مش قلنا دياني بيعطيني امار اني عدتها الف مرة والله العظيم بعرف بيعطيني امار اني واخر شي بيعطينا protein طيب انا من امار اني هيني هون بدي افوت وقلت لكم فيه عملية اسمها transition طيب هاي transition نعتبر هاي transition يعني هاي المحطة اللي بصير فيها transition وهانا البروتين اللي بدو يطلع من عندي بقول لك تخيلوا انه فيه بعض البروتينات طبعا هسا يعني امار اني بفوت تمام بيطلع على شكل بروتين بقول لك فيه امينو اسد او فيه بروتينات او مسنجر ارى اني بيبلش الفولدنج فيهم يعني ها هيفات البروتين بيبلش الفولدنج فيهم تخيلوا انه بعده يعني هسا منعرف انه الامينو اسد سيكونس او البروتين بيحتوي على C-terminal و-un-terminal بقول لك طيب اه C-terminal بقول لك ال-un-terminal اللي هي هاي وهاي C-terminal بتبلش يصير لها فولدنج قبل ما C-terminal صير لها translation خرص هيك البروتين بدي أبلش فولدنج تمام حتى لو اني بعدني ما ما وصل إلي ال-sequence كامل بدي أبلش فولدنج من هسا مشان اطلع خلص يكون كل اشي تمام عندهم طعوج في الشكل اللي أنا بدي اياه وال-functional انا هيك فنكشن ما اشتغل طيب نقرأ ونشوف فهمنا وما فهمنا بقول لك the process of folding often begin co-transitionally شو يعني co-transitionally يعني اثناء عملية الترجمة يعني وأنا بترجم آه والله خلص يعني بدي أسوي فولدنج أنا يا أخي أنا البروتين هذ معطوط الفراصي في ال-DNA تابعي لأنه كل information في ال-DNA إني أشتغل هيك بدي أبلش فولدنج قبل ما يخلص يعني الذيل تبعي لما ينس قبل ما يخلص بدي أكون أنا بسوي فولدنج عبين ما يخلص بيكون كل بروتين فولدنج طيب بقول لك so that and terminals of the protein begin to fold اللي يقولناها بتكون على الجهة اليميين while the C-terminal بعدها يعني بصير لها synthesizing في ال-Ribosome هاي المحطة طبعا اللي احنا سويناها قلناها transition طيب transition وين بصير يصوي في ال-Ribosome طيب هنحكي عن موضوع برضو بسيط أنا بقول لك في عندي specialized protein شو اسمهن شابيرونز شو يعني شابيرونز هيك بروتينات اسمهن شابيرونز يعني بديش أعطيك ترجمة جوجل الحرفية فبقول لك بتساعد في بس ملاحظة بسيطة يعني هذا إشي يعني ثار انتباهي صراحة أنه في طلاب بدهم يعرفوا كل الترجمة يعني خلص بتدقر لك عكلمة بداعشوا ترجمتها في العربي والله في كلمات والله في الإنجليزي أفضل مما تكون في العربي يعني لو ترجمها على جوجل بتقول هذا سحر والعياذ بالله بس خلص هيك معناها في الإنجليزي أسهل وأريح لو لها معنا يعني ما رح نبخل وما نقوله ولا جوجل ببخل علينا بس خلص هيك معناها بكون نحفظها بالإنجليزي كلهن هاي المصطلح وأي مصطلح بحس إنه غريب وترجمة غريبة بحفظه بالإنجليز وبريح حالي كمان لقدامي طيب نرجع لموضوع الوسبيش رايزة بروتين شو اسمهن اللي هني تشابرون بساعدني في الفولدين للبروتين الله يعطيك العافية تشابرون أنت بتساعدني في الفولدين بقولك فولدين بروسس يعني عملية الفولدين بتعتمد على السولفانت على الموذي شو الوسط اللي حاطني فيه على تركيز الملح على درجة الحرارة يعني 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 أشياء بيئية بريزنس أوف موليكور تشابرون آي صيب أنت حكيتلي ترى الفولدين يعني لسه ما نسيتها حكيتلي فيه عندي إشياء اسمه تشابرون بساعدني في الفولدين طيب الفولدين بروسس عشو بتعتمد أول ما بقولها إلا حافظها إنها بتعتمد على شو عالتشابرون إذا فيه عندي كثير تشابرون أموري تمام والفولدين رح تكون تمام ما عندي لاورة رح حصير فيه مشاكل على السولفانت على الصالة الكنسنتريشن درجة الحرارة تمام تمام بقولك يعني مثلا أنا صار في عندي لخبطة واللخبطة فأي إشي ممكن تصير يعني ما في عندي إشي مستحيل طيب إذا صار في عندي لخبطة في الفولدينج بدي أفرجوك كيف عملية الفولدينج مهمة كثير تمام بقولك لو صار عندك لخبطة لو 1% هيك أنت طلعت بروتين inactive طيب شو يعني صيب عادي خلص بكبه بقولك تراكم من البروتين لما يكون على شكل inactive بسوي إلى أمراض وهذا رح نعرف مرض منهم وبكون سام أصلا عجز من الإنسان طيب نشوف المثال طيب شو بقولك خضولة عبارة عن misfolded protein أو inactive protein misfolded شو يعني يعني ما صار إنا عملية بشكل كويس فتراكما سوى لإندي طيب شو بقولك بصير عندك في البرين أو في بيسوي عنا مرض مشهور كثير اللي هو مرض الزهايمر مرض الزهايمر ونعرفوا له الخرف أما يكون كبير العمر بخرف خلاص بصير يعني برجع كأنه طفل عفونا الله وياه طبعا طيب شو يا صاحب يعني كيف بتشتغل هاي تشابرون يعني شو بتسوي بقولك تشابرون والبرول تباحها خلينا ندرسه مع بعض بقولك one major function of chaperon is to prevent both a newly synthesized bulbitide chain and assembled subunit from aggregated into non-functional structure طيب صاحب ننجع لموضوع الرسم من اللي قبل انت صنعت اللي بدك تصنع البروتين تمام تمام هاي هنا بدك تطلع البروتين بقولك أنا والله بديش أحكي لك عن الcoast co-transitional لا خلصنا موضوحها بقولك أنا هاي البروتين فات من هنا وطلع عندي برووتين هس البروتين بس طلع ما بطلع ماسك بعضه بطلع مثلا على شكل ضرعت أماين واسد بعدين مش قلنا حسب الفولدنج تبعاته بصيروا الفولدنج طيب بقولك الحبات هذول اللي بتطلح اللي هين الأمانو أسد بقولك بكونن كيف دي أصلكوها بكونن يعني زي لازجات فإذا ما سكن في بعض جزينت كان في طريقة غير مرعوب فيها أنا كبروتين ما بدي إياها أنا بقولت لكم اطلعوني خلص تسويوا له ترجم أنا بسوي فولدنج في الشكل اللي أنا بدي إياها بس أول بداية بداية ما أنا أطلع كبروتين امنع إلي إنه ألزق في بعض في الشكل اللي أنا ما بدي إياها خذوا له حبات مثلا هاي ترتبط محاي هاي ترتبط محاي هاي ترتبط محاي هاي ترتبط محاي مع أنه أنا ما بدي إزي هيك فهذا الإشي تتبرون بساعدني بمنع هذا الإشي فبقول له هو بريفينت بوث نيولي سينتسايد بروت بلبيب تاي تشين أنت السيمبلت سبيونت سبيونت اللي هين اللي كنا نرسمين هين from aggregating إنه نتجمع على شكل أنا ما بدي إياه ما بكون functional فيه مش قلنا إنه الروتين اللي عنده المعلومات الخاصة فيه اللي متى بتصير functional وروح يشتغل عليها طيب أوكي هاي أول واحدة حفظناها طيب الثاني بقول لك تشابرون are all used to prevent misfolding and aggregation that may occur as consequence of exposure to heat and other change in cellular environment مثلا يا صاحب أنت حكيت بسرعة وما فهمنا إشي طيب نشرحها بقول لك أنا هسا إذا تعرضت لدرجة حرارة حرارة عالية مش قلنا قبل إنه temperature بتأثر على foldable protein طيب أنا تعرضت لدرجة حرارة لو ما كان عندي تشابرون خلص صار عندك protein misfolding صار فيه accumulation إذا زاد لا سمح الله بيسوي عندي amyloid febril بتطلع عندي Alzheimer disease طيب لا صلى عن النبي يعني ربنا له حكم كبيرة وخلق لي إيش اسمه تشابرون ولا حتى مش راضي تقول معناه بقول لك تشابرون هو بمنع إلي المisfolding والaggregation اللي بصير نتيجة التعرض العامل بيئي مثلا بيئي في هالخلية درجة حرارة عالية صارت very cold أبصر شو كثير heat فإذا أنا بمنع إنهنيت جمعا مع بعض طيب بقول لك in the cellular environment in the cellular environment in the cellular size of the protein are at great risk of appearance folding يعني بقول لك لما يكون طبعا هسا راح نعيد الكلام ألف مرة لا تسبو يعني بس خلص هذا المكتوب بأننا نشرح كل شي بقول لك إنه في البيئة الخلية in the cellular inside اللي بيطلح هذا بقول لك بكون great risk يعني إنه معرض بشكل كبير للخطر إنه كون على شكل apparent folding folding ما بدي إياه نفس الحك اللي قبل والaggregation إنه برضو يصير إلو aggregation potentially forming toxic species بحكيناها بقول لك to avoid these dangers يعني مشان اتجنب أنا هذول إشي بقول لك sell invisite in complex network invisite invisite شو يعني زي ما كأنها بتجمعها في إشي معين في الخلية وبعدين راح نعرف إنه بقولوا عنه وين هي ربي زي cavity تجويف إنه آه والله بجيب زي هيك بخبيهن هون أنا هذولة اللي طلعا من عندي بخبيهن والله بمنحهم من البيئة الخارجية بسكر عليهم وخلص فإذن to avoid these dangers sell invisite in a complex network of molecular طبعا أكيد إلا يكون في عندي شابرون جوا كمان وتجوز ingenious هاي الكلمة مهمة يعني لديه كيف عبقرية بيستخدم هذول لشابرون mechanism هاي طريقة يعني عبقرية إنه أحطهم في إشي أجمعهم مشان أمنع أنا على صنع هنستيل مهما كانت كثير ملائمة بس بدي أنا كمان زيادة الخير خيرين بدي أغطيهن مشان أمنع إنه سير وبرضو يعني أنا بحفز إنه يصير عندي فولدنج إفيشان يعني في كفاءة كويسة محترمة بديش أنا أعتمد على الاحتمالات آه والله ما بدي أدرس خلص بشنس في الامتحان وشو ما طلع لما يطلع لا يعني أنا بدرس بسوي اللي علي ووقت الامتحان ربنا بفرجها علي وإن شاء الله بفلل في الامتحان مش غلط فإذن أنا بسكر عليهم بدي خلص مهما كانت البيئة كويسة ولا مش كويسة بسكر عليهم بريح حالي خلص ولا أضل المحتار بقول لك فور ماني بروتين كو بليتنج فولدنج ريكويس ذا سبسيكونت انتر اكشن وذو ون اف ذا لارج وليجومتر كرين اللي هنشيب بروتين وفذة شابرون فاميلي اللي اللي حكيناها هاي هذا هو الاشي اللي بغطيهن في شي كبير تمام بحط معهم برضو شابرون فاميلي مشان أحفظانهم أكثر مثلا أنا غطيت المحتار أفناء بدأ أسهولهم فولدنج مش قلت لي صيب انه بس يطلع البروتين بدي يصيروا الفولدنج بقول لك بصير إنهم بروموت للفولدنج عن طريق اشي اسمه ATP dependent سايكليز شو يعني ATP ديبندنت سايكليز نزاهم اسمه سايكليز وبيعتمد على الطاقة بيستخدم طاقة مشان يفرز هن هذولا بس يصير إنهم فولدنج خلصت أنا فولدنج جوا وطلعت البروتين زي هيك أنا إذا بدأ أطلعهم بدأ أستخدم ATP ديبندنت سايكليز إشي بيستخدم طاقة واسمه سايكليز بيطلع علي هذول الروتين او ريبايندج ممكن من يرجع يجمع حين مع بعض طيب إن ذيس رياكشن قول لك مع الهايدرو شو يعني بقول لك في هذول الرياكشن بساعدني إنهم يعني مش قلنا قبل شوي عن النن بولر هايدروفوبيك مش قلنا إنهم بوكونن خصوصا في الكلوبيولر بروتين على شكل دائرة وبوكونن جوا خلية طيب أنا هالشابيرون هذو ماشي بأمان الله يعني ربنا خلق لي إياه لتصحيح الأخطاء اللي بصيرنا في الجسمي بقول لك ماشي في أمان الله لقى والله بروتين طبعا هذا المفروض إنه العسطح يكون ويش زي ما حكينا بولر والمجمعات في النص كلهن نن بولر هايدروفوبيك في الكور بروتين بقول لك والله صدفة لقى بروتين نن بولر عفوا مش بروتين أما ينقش نن بولر على السطح جاي بقول لك آه تعايا شابيرون بيجي شابيرون بصحيح هذا الخطاء برجع النن بولر على جماعته جوا البروتين إذن هو هاي الكلمة عندناها ألف مرة بس التفاصيل بختلفا إنه هنا مثلا الهيدروفوبيك سيرفس إنه مثلا لقينا جزي هايدروفوبيك على السيرفس فهو بصحح هذا الإشي تمام أتمنى أنه تكونوا فهمتوا وتمكنتوا طيب في عنا موضوع بسيط برضو اللي هو البروتين دي ناتوريشن شو هو البروتين دي ناتوريشن أنا من اسمه دي ناتوريشن دي ناتوريشن دي يعني إزالة ناتوريشن أنا بدي أرجعه لوضعه لإنه أكتف طيب يا صيب إنت حكيت لك شو عن وضع الأكتف قلت إنه الأكتف بكون في ثري ديميشن فبقول لك دي ناتوريشن هو لوس أوف ثري ديميشن استركتشر ذات سوفيشن توكوز لوس طيب إذا خسرت أنا الشكل الثلاثة لإلي خلاص بطل إلي وضيفة فبقول لك دي ناتوريشن شو بتضمن لبريكينج أوف نان كوبيلانت بوند وش دي ترماي دي سركتر أوف بروتين إنك خلص الفنكشن راحات وشكل البروتين راح كل شو راح من هذا البروتين طيب إف بروتين إن ليفنك سيل آر دي ناتوريشن يعني صار له دي ناتوريشن دي سرلت إن دي سربشن أوف سيل اكتيفتي أنا بس بلسل دي ما هو يعني شو أصلا مكونال أهم مكون في خلية البروتينات هي بجردها الدعامة هي المسؤول عن كثير فنكشن طيب إذا أنا سويت له دي ناتوريشن يعني إله كثير خصاص ممكن يخسر ذائبيته ممكن يكون بذوب في الماء ممكن يخسر ذائبيته شو هه كوميونال أجريكيشن كوميونال أجريكيشن بقول لك هي فنوما يعني تفاعل هادروفوبيكو بروتينا هذولا بصيرا مع بعضهن تذكروا يا سيدة لما شرحنا قبل عن هادروفوبيكو a- كوميونال أجريكيشن إنه نتجمعا مع بعضهن إن انت خسرته مثلا كان هو بروتينا بيحتوي على نان بولر أو بولر لما خسرته و سويت له دي ناتوريشن بيوصير عندك كوميونال أجريكيشن إنه هادروفوبيكو بصيرا مع بعضهن يعني بتجمعا مع بعضهن وبصيرا أه يحاول يتجمعا ليش عشان يعني يحاول أن قدر المستطاع إنه اللجوة يبعد يكون بعيد عن المي اللي متعرض لبرا يعني خالص اوكي كمية قليلة من النان بولر تتأذى من المية اما الجوة لا ولا ايضا المحميات طيب طيب يا صاحب انت لك ساعة ديناتشوريشن ديناتشوريشن كيف بصير هذا ديناتشوريشن بقول لك انا في اللي درسنا الرباعي بقول لك ديناتشوريشن للبروتين سبيونت are dissociated and special arrangement of protein subunit is disrupted يعني قلت لي انه مبدئيا انا بذكر انه قلت لي انه quaternary structure بتكون من اكثر من bull baby tight chain يعني اكثر من tertiary طيب افصلحن عن بعض خلص بما انه فصلت عن بعض هيك صار ديناتشوريشن رجع للتيرشوريشن طيب التيرشوري نفسه انا كيف بدأ اسوي ديناتشوريشن بقول لك يعني بدأ تسوي اكمل شغلاء اول واحدة اللي هي كسر covenant interaction ما بين amino acid side chain ركزو اللي هن الاري جروب مثل مثلا والله اه بكسر الدايس الفايد منت اللي مبين سستين قلنا عنها السستين مع السستين بنتجر اللي سستين بكسر الدايس الفايد بنت هاي القوية طيب برضو كما بدأ اكسر الان كوينت لانه تيرشوري في كثير اه تفاعلات الان كوينت كيف بدأ كسرها اللي هي بتكون مبين البولر اما انو اسد side chain برضو مبين الار كل مبين الار معادل طبعا السكندري ما رح يقول لك انا انه مبين الهن الباكبون بس انا بذكركوا انه بصير مبين شو الباكبون طيب فاندير وولز طبعا رح تعرفوها هي اضعف اضعف رابطة ما بين نان بولر اماين واسد برضو بكسرها اذا التيرشوري خلص الكويتيرنري بفكهن عن بعض التيرشوري لا والله بكسر اول شي كوفيلانت انهن مثلا دايس الفايد بعدها بروح على النان كوفيلانت بكسرهن والفاندير وولز برضو بكسرهن طيب بالسكندري سراكتشر السكندري سراكتشر بقول لك ديناتشوريشن بروتين لوز اول ريجولر ريبيتنج باتر مثل الفا هيليكس مثلا انت كان معك واحد الفا هيليكس او بيتا بليتد او اجزاء هيك خلاص بصير لها روندوم كويل كونفيجوريشن يعني بصير تكسر فيهن عشوائي بطلع في شكل عشوائي هيك انتكسرتها طيب يصيب البرايماري صراحة يعني مش هال السؤال الذكي بس انه البرايماري اكيد ما رح يتكسر لان هو شكل البرايماري هو سيقوانس وانوني اسد شو اكسر فيهن امانو اسد بتكسر اكيد لا لان هو البلدنج بلوكس اوف بروتين اوكي انا بكسر في البروتين بحاول اكسر اكسر لما اوصل البرايماري اما البرايماري نفسه مستحيل يتكسر اذا هو سيقوانس من الامانو اسد is not disrupted by denaturation ما بصير له disrupted عن طريقة denaturation طيب طيب يصيب برضو كيف بده اسوي denaturation للبروتين يعني صراحة ما بدها عبقرية باي denaturation agent شو هنا denaturation agent ممكن احط عليه اسد احطه في وسط اسد ممكن احطه في سولفانت مش قلنا اصلا اللي بأثرنا هضور على الفولدين بنا نحاول نخرب عليه بحط عليه اسد او سولفانت او كروس لينكدري ايجانت او كاوتروبيك ايجانت او دايسرفايد بوند ريديوسر طيب انا عارف انه صراحة لغاية اللحظة بظل هذا الصايد يعني اصعب الصايد بالنسبة لقليل في البروتين كاملة لانه الاسماء شوي صعبة بس لازم نحفظهن اه لازم لانه بيجي عليهم طيب الاسد مثل شو acetic acid try chloracetic acid وخصوصا لما يكون 12 بالمية بالوتر هذا بستخدمه بحطها بروتين بصير denaturation سولفانت مثلا ايثانول ميثانول سهلات ايثانول ميثانول الكروس لينكينج فورمالدهايد او قلترالدهايد الكاوتروبك يوريا 6 8 الى اخره قونيديام كلورايد 6 مولاريتي لازم يكون منه احفظوهن صراحة يعني ربنا معاكو بس مع ذلك احفظوهن اهم واحد تحفظوه شو هو الدايسرفايد مثلا بقول لك انا كيف بدي اكسر الدايسرفايد بوند مش انا بدي اساو denaturation ل مثلا تيرشي الستركتشار مش قلنا اول ما بتكسر الدايسرفايد طيب كيف بدي اكسر او كيف بدي اكسر السستاين اللي هو ناتج عن اتحاد السستين مع السستين كيف بدي اكسره بروح بدور على الدايسرفايد بوند الديوسر شو هنه اثنين ماركو بتبثنول او دايثيو ثرياتول اسمها زنخا معلش او احفظوهن ان اطول اشي يعني دبروا حالكو فين صراحة طيب انا عسا بدي اساو بروتين ريناتشوريشن يا صاحب انت زهقتنا ريناتشوريشن هايهي هذا العلم بروتين ريناتشوريشن يعني بدي ارجع اعيده انا كسرته تمام بس بدي ارجع اعيده لو اضعه ريناتشوريشن اعيد طبيعته بقول لك شو هي انه اسوي لشكله الاصلي يعني ارجع اله الفنكشن اللي بسويها نفسها فبقول لك طبعا فيه شغلة مهمة سابعة بكو عليها انه ذا ريناتشوريشن بروتين يعني بقول لك انا يعني الحياة مش كلشي بتكسر بتصلح زي ما بيحكو خلص انا كسرتني اوكي بس انا برجع بعطيك الوظيفة ما اختلفنا بعطيك نفس الوظيفة بس شو القصة برجع على شكل يعني برجع كاني برايمري بس بأدي الوظيفة يعني انت كسرتني يعني انت كسرت الوحدات البناء اللي فيه طب كيف بدك يعني ارجع نفس الشكل والوظيفة مستحيل برجع بأدي لك نفس الوظيفة بس والله كشكل او كستركتر لا والله ما بقدر خلص برجع برايمري بعديها مع الزمن يصير الي فولدنج ما يصير الي فولدنج هذا اشي ثاني بقول لك يعني برجع يسوي الوظيفة ونفس الكفاءة يعني بقول لك هي عملية ريفيرسل بغيره من ديناتوريشن لرجعه من ريناتوريشن لديناتوريشن يعني في بيناتهم بقول لك انه الأكسبرمنتها دازلت بروف ذات ذا اماينو أسيت سيكوانس وفي أبولبيب تايتشين كنتين اول دا اونفورميشن ريكوير تفول ذا تشين تو ايتس نيتب طبعا حكيناها من قبل شوية انه في اشي يعني اثبت هذا الكلام انه يعني في معلومات لكله بروتين في السايتشين تابعونه انه خلص هذا الثري دامنج ليلو ذو س دسمز اني ريميني دوبت ذات انزيم يعني بقول لك هذا اشي بنكر انه ممكن يصيرا سبونتوني وصلي خلص ممكن قلنا في حالات ممكن يصير سبونتوني وصلي ممكن في حالات انه خلص هو لحاله بنظم او يصير يتعرض لشيء معين رسالة اجا مسج انه يسوي زي هيك بسوي طيب انا كيف بدأ اسوي ريفولدين انا حكينا كيف بناسوي وحكينا كيف بيصير شو هنال تبعات طيب هسا كيف في العمليات اللي بسوي ريفولدين للسوليبالايز بقول لك ريفولدين of the سوليبالايز بروتين is initiated by the removal of the denaturate يعني اول اشي بدك تسوي انت ضفت اللي اسد من اللي قبل اه زيحه ضفت اللي اللي بكسر الداي سالفايز الاسماء هنزين خير صحيب اه طيب زيحن اول اشي بدك تزيحن فبقول لك to slow down يعني فانا بخلي التركيز سبعه قليل تقريبا تقريبا من عشرة لميت ميلي جرام بير ميلي وهذا اشي قليل جدا ومهمة اه نحفظها نحفظها انه اول اشي بخلي علوه بروتين وفي تركيز من عشرة لميت ميلي جرام بير ميلي في اشياء لازم يعني متغيرات لازم اكون محددهم انا شو هنه البفر كومبوزيشن المحلول المنظم اللي محذوف معكم بالكيميا برضو داخل هنا نا بسيك يعني اسما مثلا البي اتش الايونيك سترينكث ان تم ريشار دارس الحارة وهذه اشي مهمة كثير طيب شو هنه المثود هذورة اللي بصير فيهن ريفولدنج ارجع البروتين لشكل الأساسي دياليسيس اللي هي الغسيل بقولك مثلا حطيت عليه كيف نزيحه اه خلص بسوي له دياليسيس تمام دياليسي يعني بقل شوي شوي كل ما ضفت انت لاحظوا من الصورة كل ما ضفت بقل التركيز هايو لده كيف concentrated solution لده كيف سولفنت هذو حطينا في سولفنت مثلا مش قولنا انه السولفنت بكسر طيب انا بحط عليه بسوي له اش زي يعني غسيل زي غسيل كلا مثلا يعني بقولك شوي شوي البروتين برجع يصير له refolding او في طريقة ثانية اللي هي slow dilution التخفيف شوه التخفيف بقولك يعني في التخفيف allowing the protein to refold هذو بسمح للبروتين يصير له refolding يعني برضو يعني برضو كمان اذا بتقدر تضيف محلول منظم معهم مش مشكلة او يعني بازدخط مضخها انا بضيف شوي شوي معاهن برضو بحط معاهن بفرق طبعا هذا كله حكي انا يعني صراحة ما اذكر اني ركزت عليه هالتركيز عشان هي قاعد بقرها بسرعة وما ما فيش مهم ما فيش يعني بيو كيمستري فعليا كروماتو كروماتو عفوان كروماتو شو الكروماتو كلكم تعرفوه انه مثلا بجيب البروتينات بحط هانا بوزتيف بحط هانا البروتينات بمشان حسب الصايز وحسب ابصر شو شو الأنواعه أهم نوع معنا وبدنا إياه size exclusion chromatography إنه باستخدم جل تذكروا لما هذا طبعا بالتوجيه برضو لما كنا نحط هنا جل ونمشي بروتينات والحجمه قليل بيصل أسرع والحجمه كبير بيكون بطيء وفي نوع ثاني للكرومتوغرافي مثل شو لأيون اكسجينج وآخر واحد يلو الأفينتي كرومتوغرافي أهم واحد منه هو صراحة size وهيك بنكون خلصنا المحاضرة بتمنى بتمنى إنها تكون محاضرة سهلة كانت وآخر إشي هذا ما دققت عليه لأنه صراحة يعني ما فيه ولا واحد في الميم للبيو كيمستري أصلا وبرضو برجع بعد ذرعات أخير والله يوفقكم يا رب وأي سؤال أي خدمة إحنا جاهزين بالتوفيق